انطلقت صباح اليوم بمدينة العيون عملية التعداد العام للسكان والمساكن وذلك بإشراف والي الحوض الغربي قد وفرت الوكالة الوطنية للإحصاء والتحليل الديمغرافي والاقتصادي كافة الآليات الضرورية لإنجاح هذه العملية من مكان إقامة والي الحوض الغربي انطلقت بداية عملية التعداد العام للسكان والمساكن حيث قدم سيد الوالي أحمد مواد كلي المعلومات المطلوبة من طرف فريق الإحصاء في رسالة واضحة على أهمية التعاطي مع الفرق الميدانية ومدهم بالمعلومات الأساسية وضعيد ذلك أدى الوالي رفقة السلطات الإدارية والأمنية والمنتخبين المحليين زيارة ميدانية لعمل العدادين في حي البيطرة وسط مدينة العيون وحث الوالي كافة المواطنين على ضرورة التجاوب مع العدادين نظرا لأهمية المعطيات التي سيتمخض عنها التعداد اشرفنا اليوم على انطلاقة رسمية لعداد العام الخامس من نوعه للسكان والمساكن بالولاية حوض الغربي تم توزيع 433 عداد في كل المناطق وفاتق بضنا الإجراءات اللازمة لتأمين العملية والتحسيس سيستمر من المدارس إلى منابر المساجد ونطلب الجميع أن يساهموا في هذه العملية به المهمة لرسم الصورة واقعية لحياتنا الاجتماعي والاقتصادي ووفرت الوكالة الوطنية للإحصاء والتحليل الديمغرافي والاقتصادي كافة الضمانات لانطلاق الإحصاء في ظروف تمكن من نجاح المهمة اليوم الحمد لله بعد جهود كبيرة من خلالها وفرنا جميع الآليات والحمد لله كانت حاضرة جميع هذا الليالة نحضره كامل في أخبار الانطلاق جهزنا جميع الحمد لله الطواقم الميدانية وانطلقت العملية وواكمنا الحمد لله إطلاق هذه العملية وعلى مدى أسبوعين كاملين ستواصل فرق الوكالة الوطنية للإحصاء والنمو الديمغرافي والاقتصادي عملية التعداد في عموم مقاطعات وبلديات الولاية لتوفير المعطيات والمؤشرات التي تساهم في وضع الخطط والاستراتيجيات التنموية لقناة الموريتانية محمد البلال مدينة العيون